ممكن يحصل في الربع الاخير من هذا العام وايضا حزوز الابراد وتوافقها واتلفاتها وتنفرها ايضا مع بعضها البعض برحب بفرعون ناورني كل سنة طيب بانورك حضرتك طيب عامل ايه كل تمام ايه بقى الربع الاخير من العام ده اه حلو الربع الاخير بيبقى فيه تتغير امور كتيرة وبالذات السنة دي احنا قلنا هي في سنة برج الاسد طبعا بتبدأ حاجات اول حاجة حلوة هتحصل ان يبدأ يرحل كوكب المريخ عن الكون ودي حاجة تكون سرة وتعمل انفراجة كبيرة بالنسبة للبشر والكون بعد الخنقة الكبيرة اللي حصلت دي وهتبدأ تتغير امور عند ابراد ما كانتش محظوظة على مستوى السنة دي زي ايه مثلا زي العزراء زي الحوت زي الانطور الحوت هيبدأ تغير زي وجدي اه اه بشان انا حوت طبعا الحوت انت دايما يا سيد محمد متقلق عليش برضو الواحد ياخد شواء يستفيد شواء طبعا اه ان شاء الله تتغير امور كبيرة عندك تكون عندك بعض المشاكل عندك اشياء سيئة طبعا 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 بشكل مبتزل انت ما تكون اعلامي انت رجل مفكر ومبدع ما بقولش داريا انت عارف رأيه كويس وانت كاتب رجل كاتب عندك فكر وعندك تقلق فحركتك بتحب الحرية فاسيب اللي هاجم انا عن نفسي من الناس بتهاجم ما اللي هاجم يهاجم طالما ان لي خط وماش عليه فان شاء الله العرقيل اللي عندك او عند كل ابناء برج الحوت تبدأ تتغير واحدة واحدة لحد ما تدخل السنة الجديدة هلا الحوت هيخد الحظ العالي من برج العزراء اللي هو افضل شريك ليه وتضغال عنده امور كبيرة جدا وينتصر على كل من عدد تمام تمام ده نسبة للحوت له اخر برج اخر برج اه نجي الابراج نجي عندنا برضو برج زي السرطان كانت السنة دي مقزمة معاه وكانت الدنيا من ضياء معاه مفيش اي تغيرات عنده ولكن برضو بقول في الربع الاخير ده بالنسبة للابراج الترابية معدل عقرب مائي والمائية معدل عقرب بس خمس العقرب محمد حسن المخرج المسامة يا محمد العقرب عندهم حظوظ عالية جدا وبينكروا كده وعنده السنة الجاة برضو حظوظ عالية جدا انكر بقى انكر اه انكر حظك ذلك